جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو ضفة وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو شدد عباس على أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن القطاع هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة ترجمة نانسي قنقر